بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين نقرأ بنعمة المسيح جزء من رسالة معلمنا بطرس الأولى إصحاح خمسة فتوضعوا تحتياد الله القوية لكي يرفعكم في حينه ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم اصحوا واصهروا لأن إبليس خسمكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه هو فقاوموه راسخين في الإيمان عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يصيرا هو يكملكم ويسبتكم ويقويكم ويمكنكم له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين آمين هنقف وقفة طويلة عند الآية التي تقول ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم أقدر أقول أن هذه الآية بتدعونا إلى حياة التسليم تدعونا للإيمان ومن سمار الإيمان التسليم ملقين كل همكم عليه الموضوع ده الحقيقة موضوع مهم جدا لنا كلنا بنعمة المسيح هنناقش فيه سبع نقطة النقطة الأولى احتياجنا الضروري والملح لحياة التسليم النقطة التانية التسليم يعين المجربين ثلاثة التسليم لمن يقضي بعدل أربعة بين التسليم الإراضي والأمر الواقع خمسة مفاهيم توصلنا لحياة التسليم ستة تدريب توصلنا لحياة التسليم سبعة بركات حياة التسليم نبدأ بالنقطة الأولى لماذا نحن نحتاج وبشدة إلى حياة التسليم أول حاجة أو أول سبب أن طبيعة هذه الحياة اللي احنا فيها في العسور اللي احنا فيها كد صارت الحياة ضاغطة وخانقة لكثيرين ولم يعد العقل البشري قادر على ملاحقة هذه الضغوط ومجهدها لذلك نحن نحتاج وبشدة إلى تسليم حياتنا لربنا ونحن واثقين ومؤمنين بمحبته لنا يكون عندنا إيمان يجب أن يتولى الإيمان كل ظروف حياتنا ده السبب الأولاني السبب الثاني أن وعود ربنا لولاده لأحباءه اللي بيسلموا حياتهم بين إيديه وعوده كثيرة ووعوده مفرحة ووعده صادق وأمين وما فيش وعد في الكتاب المقدس ربنا وعد ولاده بيه إلا وتحقق لأنه إلهنا صادق وأمين نلاقي مزمور خمسة أحداشر يقول لنا الوحي الإلهي على لسان داود النبي ويفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد يهتفون وتظللهم مزمور تسعة عشرة ويتكل عليك العارفون اسمك لأنك لم تطرق طالبيك يا رب أمثال 28-20 المتكل على الرب يسمن يعني يشبع فالسبب الثاني لحياة التسليم أن ربنا وعدنا بوعود كثيرة إذا سلمنا حياتنا ليه السبب الثالث أن حياة التسليم بتاخدنا للنمو الروحي والنمو في النعمة معلمنا بطلس يقول لنا أنه في النعمة وفي معرفة ربنا إسواء المسيح هسلم حياتي ربنا ربنا هيقف معايا هاخد يعني تجربة أكسب أكسب كده فرح وقل فعلا يا رب أنت بيسيبش أولادك أنا اتضربت على الاحتمال واتضربت على الطاعة لأن يواثق أن ربنا بيسيبش أولاده النقطة الرابعة لماذا التسليم أن حياتنا كمسيحيين أو مسيحيتنا بتدعونا دائما للتطلع للأمور الأبدية وغير المرئية معلمنا بوليسي يقول لنا في كولونسي ستاني أرباع يقول ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل التي لا ترى لأن التي ترى وقتية أما التي لا ترى فأبدية ويعرف لنا الإيمان يقول السقى بما يرجى والإيمان بأمور والإيقان بأمور لا ترى فحياتنا كمسيحيين ما بتبصش للأمور الأرضية الوقتية المرئية لكن بتبص ما هو أبعد من ذلك تبص للأبدية يعني معلمنا بوليس الاسول في عبرانيين 11 لما يتكلم عن رجال الإيمان إبراهيم وإصحاق ويعقوب وبراخ وشمسون يقول دول كلهم وثقوا في ربنا ووثقوا في مواعيد ربنا التي هي من بعيد نظروها وحيوها صدقوا ربنا وربنا كفائهم فعلا دي النقطة الأولى لماذا احتياجنا الشديد لحياة التسليم النقطة التانية أن الإيمان والتسليم ربنا بيعين المجربين بنختبر ربنا لأنه زي ما قال معلمنا بوليس فيما هو قد تألم مجربا قادر أن يعين المجربين عبرانيين 2-18 ويقول معلمنا داود النبي مزمور 94-19 عند كسرة همومي في داخلي تعزياتك تلزز نفسي ومن خبرات أيوب الصديق يقول لنا كده هو يجرح ويعصب يسحق ويداه تشفيان فالإنسان اللي عايش حياة التسليم لما يمر بتجربة يهتف مع داود النبي ويقول الله لنا ملجأ وقوة عونا في الضيقات وجد شديدا لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار فلذلك يستحق الطوبة طوبة للرجل الذي يحتمل التجربة لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه ففي الإيمان في حياة الإيمان وحياة التسليم ربنا بيعين المجربين بيعينهم ما بيسيبهمش أذكر عند حادثة سنة تسعة وتسعين ألفين لما توبسين رايحين يخدموا في صاملوت ونص الشباب والشابات راحوا السماء كنا نروح نعزي الأسر إحنا نبقى عائلين الهم الخدام والكهنة ونروح للأسر نلاقي الأسر متعزية إيه ده إيمان أمي يبقى عندها ولد وحيد ورح السماء تقولي وأنا استاهل يا ابونا ابني يبقى شهيد زي الشهيد أبا نوب وأمي تقولي أنا استاهل أن بنتي تبقى زي الشهيدة دميانا فعند كسرة همومي في داخلي فعلا تعزياتك بتلزز نفسي مش إحنا اللي عزناهم هم اللي عزونا بالتعزيات اللي ربنا أدها لهم النقطة الثالثة التسليم لمن يقضي بعدل نحن نصخ أن الله كلي القوة والله كلي القدرة والله كلي العدالة العدالة يقول لنا كده سليمان الحكيم فوق العالي عالياً يلاحظ والأعلى فوقهما كتير قوي من الظلم والحقيقة الظلم تعمو صعب أو يمر يعني يعني يما بنمر بما ظالم زي داود النبي لما صرخ وقال يا رب لماذا كسر الذين يحزنونني طيب بصك وده السيد المسيح اتظلم ولا لأ فإن المسيح أيضاً تألم لأجلنا تاريكاً لنا مثالاً لكي تتبع خطواته الذي لم يفعل خطيئة ولا وجد في فمه مكر الذي إذا شتم لم يكن يشتم عوضاً وإذا تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعد سلم حياتك لربنا وهو الله سيديك حقك لأن فوق العالي عالياً يلاحظ الأعلى فوقهما لما إخوة يوسف ظلموه وبعوه ربنا سابه لما شاول الملك قاعد يبحث عن داود أكتر من 30 سنة ربنا أسقط داود في إدين شاول فيه إله إله عادل عشان كده في تحليل الكهنة إن كان يوجد آلاف من الكهنة فده قانون عليهم كل يوم يصلوا تحليل الكهنة ويقولوا لربنا أحكم يا رب للمظلومين مأخذ من المظمور اللي قاله داود النبي الرب يحكم للمظلومين الرب يقيم الودعاء يبقى في حياة التسليم بنسلم الأمر في إدين ربنا سلم قضيتك في إدين القاضي العادل وشوف ربنا هيعمل إيه ويكون لك إيمان رابعاً فيه فرق بين التسليم الإراضي والأمر الواقع فيه فرق بين التسليم الإيماني والتسليم الإتراري يمكن المناسبة تكون واحدة تجربة أو شدة أو ضيقة أو مرض أو فقدان عزيز البعض يقبلها من إيد ربنا ويقول له يا رب نشكرك يا رب ويسلم الأمر بين إيدين ربنا والبعض يتزمر يتزمر البعض يقول كل الأشياء تعمل معاً للخير ويصق أن الضيقة مدرسة للصلاة والبعض يبقى يسلم يستسلم تسليم مبتور متزمر ويكون غير راضي هنا تضاعف عليه التجربة ويعيش فاقد سلامه وربما يأتي إليه الاكتئاب والكآبة يبقى فيه فرق بين التسليم الإراضي والأمر الواقع الحقيقة داود النبي كان يعني قامة روحية عالية جداً لما ربنا ادى له ابن من بث شبع الابن مرد الابن مرد كان داود بيحبه جداً فداود صام وصلى واعتكف وأطلق شعر لحياته وخلاص مش عايز يأكل وعمال يصلي عشان ربنا يشفي الولد وبعد عدة أيام شاف حركة عجيبة جداً في الحراس بتوعه فنادى للحراس قال لهم فيه ايه والولد مات قالوا له نعم يا سيدي الملك مش هدر يجذبه عليه فلما عرف ان الولد مات سلم أمر ربنا قام حلق دا انه لبس الملابس النظيفة وطلب أكل يأكل وكل بشهية طب فاستعجبوا الحراس قالوا له يا سيدي الملك لما الولد كان مريض كنت مكتئب كنت صايم وبتصلي وقفل على نفسك وقفل على نفسك طب الولد مات حالتك اتغيرت خالص ليه قال لهم أنا ذاهب إليه أما هو فلن يرجع إليه يبقى فيه فرق بين التسليم الإراضي والاستسلام للأمر الواقع بتزمر النقطة اللي جاية النقطة الخمسة مفاهيم إنجيلية توصلك لحياة التسليم حطها في بالك النقط أعتقد عشر نقط أو أكتر حطها في بالك توصلك لحياة التسليم أول حاجة أن ربنا مش ممكن يحط مصير إنسان في إيد إنسان تاني هقولها تاني ربنا مش ممكن يحط مصير إنسان في إيد إنسان تاني بل بالعكس ربنا بيعمل كل شيء لمصلحتك لابان خالي عقوب لما يعقوب ربنا بارك له وتزوج رحيل وبقى عنده أغنام كتيرة وهيمشي بقى ياخد الحاجات دي ويرجع لبلده فيعقوب كان ناوي يتتبعه وربما يئذيه أمي عقوب يقول لي لابان تاني يوم الصبح يلحقه ويقوله جاء وقال له في قدرة يدي أن أصنع بكم شرا ولكن إله أبيكم كلمني البارحة قائلا احترز أن تكلم يعقوب بخير أو شر ربنا يظهر لعقوب يقول له إيه وعا تمد إيدك لعقوب وزوجاته ومنتلكاته بخير أو بشر ليه لأن ربنا بيحطش مصير إنسان في إيد إنسان تاني لما أبونا إبراهيم قال على صر أنها أخته وأبي مالك أراد أن يتزوجها طبعا كان ضعفا يقول لنا بشر فجاء الله إلى أبي مالك في حلم الليل وقال له ها أنت ميت من أجل المرأة التي أخذتها في أنها متزوجة ببعن إيه وعا تمد إيدك على صر يا ربي أنت فعلا ما بيسيبش أولادك حتى لو هم سابوك لا ما بيسيبهمش لم يجعل مصير داود في إيدين شاول لم يجعل مصير يوسف في إيدين إخواته بل العكس صحيح لم يجعل مصير الثلاث فتية الإديسين في إيدين أبو خزنصر رماهم آه في النار لكن النار لم تحرقهم راهب شيخ في دير أبو مقار وهو في وسط المجمع كده لقوه مسك العصاية بيقول إيه بيقول رفع العصاية كده يقول إبعد يا أبو مقار ابعدها بر الدير يا أبو مقار ابعدها بر الدير يا أبو مقار فالراجل دا بيقول إيه كانت في أيام حروب بعد كده خرجوا بر الدير لقوا طيارة متحطمة أثناء الحرب وقت تحطمت خارج صور الدير يعني عايز أقول إن ربنا بيخش عننا مصايب وضيقات لم تخطر لنا على بال يبقى ربنا مش ممكن يحط مصير إنسان في قدين إنسان تاني النقطة التانية المفهوم التاني حافظ الأطفال الصغار هو الرب يعني إيه كلام ده الطفل ممكن يعتصرف أي تصرف يأذيه ممكن الطفل يموت بسبب التصرف بتاعه مرة بسأل خادم الخدام الحلوين هو دكتور حاليا يعني فبقول له بقول لك إيه ما فيش في مرة بابا كدك بالألم على وشك أو ضربك قال لي آه مرة خدت ألم على وشك وأنا زغير كده قلت له فكره قال لي آه فكره قلت له طب بابا عمل معك كده قال لي قال لي كنت مسك مصمر في إيدي وبحط المصمر في فشة الكهرباء تصوروا الطفلي حط مصمر في فشة الكهرباء ويجرى له إيه على طول يكهرب بيموت فأبوه ضربه صعيط عايز أقول لكم الطفل ممكن يأذي نفسه ممكن يبلح حاجة قابله ومش دريان دي إيه طب هم يعيش زي الطفل ده صحيح أبوهم وبيأخذوا بالهم منه لكن في النهاية حافظ الأطفال الصغار هو مين هو ربنا الأب والأمة ممكن يقفوا عجزين ابنهم يجي له إسهال يجي له مغسط يجي له سخونية يبقوا قفين عجزين مش عارفين يعملوله إيه لكن حافظ الأطفال الصغار هو مين هو ربنا طب إن كان ربنا بيحفظ الأطفال الصغار هل مش هيحفظني ويحفظك ويحفظك لذلك في مزمور 16 في مزمور باكر احفظني يا رب فإني عليك توكلت فإني عليك توكلت السمك من طبائع السمك أن الكبير يأكله الصغير عشان كده لما سمك تبيض أو تثمر بتثمر آلاف الأسماك لو أن السمك الكبير يأكله الصغير كان هنقرض السمك إنما الكبير يأكله بس يفضل برضه أسماك هتعيش وفيه أسماك تدبير إلهي يبقى النقطة التانية حافظ الأطفال الصغير هو الرب اللي بيحفظهم هيحفظني تلاتة ربنا عارف يعني أن إحنا أولاده والشيطان عارف أن ربنا بيرعانا الشيطان عارف دي كويس يعني لما وقف الشيطان في وسط الملائكة أمام الله وربنا بيقول له هل جعلت قلبك على عبد أيوب رجل كامل ومستقيم أم يقول له إيه فأجاب الشيطان الرب وقال هل مجانا يتقي أيوب الله أليس لأنك سيكت حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية باركت أعمال يدي فانتشرت موشيه في الأرض هو يعني أيوب ده بيعبدك مجانا كده ما أنت ما أنت محوط عليه يعني عايزة أقول إن الشيطان عارف إن ربنا بيرعانا هو عارف كده قوي يعني عشان كده بيلعب بينا لذلك القديس يوحن ذهبي الفهم يقول لا يقدر أحد أن يؤذيك ما لم يؤذي الإنسان نفسه فربنا محوط علينا وساتر علينا أذكر حدث كنا عاملين في سنة من عدة سنوات مؤتمر في بيت سنزرج في سفاجة وكنا إيتوبيسين وإحنا رجعين وفرحانين وبالردت الوهتاع إيتوبيس ماشي قدام وإيتوبيس ماشي وراء وأنا كنت في الإيتوبيس اللي وراء فبين الإيتوبيسين مسافة مثلا تقدر تقول تلاتين أربعين متر كده وماشيين بسرعة الطريق وإذبنا نفاجأ بترلة كبيرة جدا السواق بتاع ما تعرفش نعيس ولا نام يجي من الاتجاه المضاد ويخش بين الإيتوبيسين ويروح الناحية التانية يعني لو سبق شوية كان ممكن ياخد الإيتوبيس الأولاني يتصدم معه ولو تأخر شوية كان ممكن يخش في الإيتوبيس التاني لكن لأن ربنا حفزنا احفزني يا رب فإني عليك توكلت تأتي المقطورة بين الإيتوبيسين كده وتخش الاتجاه التاني وتغرس في الرمل في الاتجاه التاني يبقى مين اللي حفزنا؟ شطرتنا أبدا اللي حفزنا هو ربنا احفزني يا رب لأني عليك توكلت يعني ممكن يبقى فيه حروب ومخاطر وفيه ناس تموت في الحروب وممكن واحد نايم على سريره ممكن في الحروب ناس ما تموتش وممكن واحد نايم على سريره ويموت ممكن واحد في ظل الوباء اللي احنا فيه يبقى ربنا حرسه وفي وسط اللي بيخدم وفي وسط المعمعة وفي وسط الناس وربنا يحرسه وممكن واحد قعد في بيته ويجي له فيروس جه من اين ما تعرفش بس واجب علينا ان احنا نعمل اللي علينا ناخد الاحتياطات الاحترازية نلبس الكمامة يبقى معانا سبيرته على طول لكن الحرسة في النهاية منين إن لم يبني الرب البيت فباطل تعب البناءون وإن لم يحرس الرب المدينة فباطل يسهر الحراس قصة على لسان متنيح البابا شنودة الثالث بيقول في حرب سبعة وستين كان اللي بيخش الجيش ما يخرجش فمرة شاب من الشباب بعت لمامته جواب يقول لها صليلي يا ماما عشان ربنا يحرصني كانت حرب الاستنزاف تقريبا فاما بعتت له جواب وردت عليه وقالت له ايه قالت له حافظك حافظ اسرائيل لا يخفل ولا ينام طبعا الأم قالت الكلمة دي أو قالت الدعوة دي لأن في مزمور 121 يقول أنه لا ينعس ولا ينام حافظ اسرائيل فما فتحوا الجواب مخابراته كده طبعا بيطلع يشوفوا ايه الرسائل دي لقوا جواب جاي للشاب ده الأم بتقول له حافظك حافظ اسرائيل قالوا الله والحرب كانت مع اسرائيل ففكروا ده سيم بينهم وبين المخابرات ولا حاجة أبدوا على هذا الشاب وقعدوا يحققوا معه حطوه في السجن وبعدين جات طيارة استضت الكتيبة بتاعته كلها ودمرتها وماتوا كل اللي كانوا معاه في الكتيبة أمال هو فين هو ربنا حافظه في السجن فبعد كده أخرجوه من السجن قالوا له إحكايتك ما امتكت بعتها تقول كده يعني إيه قال لهم دي آية في الإنجيل بتقول كده الله لا ينعس ولا ينام حافظ اسرائيل والمقصود ساعتها باسرائيل مش السياسة واسرائيل لا كان اسرائيل كان يعقب كان اسمه اسرائيل فلا يقدر الإنسان أن يحمي نفسه أبدا إلا ربنا هو اللي يحميك خمسة إن ربنا عليه طرق كثيرة لحل المشاكل أنت في ضيقة آه طيب صلي ادعيني وقت ضيق أنقذك فتو مجدني نعم طيب صليت ممكن أصلي وربنا يستجيب ممكن طبعا كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه فممكن ربنا يستجيبه يحل المشكلة أم بشرة كده وممكن يقول حاضر هاحلها بس مش دلوقتي بعدين طب ليه ربي بعدين تتأخر ليه هو عارف الوقت المناسب اللي هيحل فيه المشكلة يعني ممكن طفل صغير يطلب من منطو سكين زي ما قال يوحن الزبيل هل منطو تديله السكين وهو عائل صغير يلعب به يعور نفسه ولا يعور أخواته إنما لما يكون كبير وعائل سكين تديله سكين فممكن ربنا يستجيب ويقول حاضر بس بعدين ممكن ربنا يقول لك لا الموضوع ده هيضرك هو اللي عارف السكينة في إيدي الطفلة هتضر ممكن ربنا بيدربك على الصبر وطول الأناه والخناع وترضى باللي أنت فيه مش تدوس على الزرار ترقى الاستجابة عايزك تجاهد عايزك تصلي فالضييقات مدرسة للصلاة زي ما قالوا الأباء ممكن ربنا يستجيب بس في حاجة تاني يعني إيه يعني يا رب أنا اتظلمت في العلوات والترقيات يا رب انت تسمح بالظلم يقول لي لا مش هسمح بالظلم أنا هعوضك طب اتعوضني زي يا رب هتنزل لي فلوس من السماء لا أعوضك أحميك من نزلة برد أحمي ولادك من لا قدر الله حادث النهاردة لا قدر الله اللي بيقع ورجله بعيد عنك يعني تكسر يصرف على ستين سبعين ألف هعوضك واخدين بالكم فممكن يستجيب في مساحة تانية ممكن ربنا يوظف كل الظروف والأشخاص علشانك انت ممكن كده فالنقطة الخمسة ربنا له طرق كثيرة لحل المشاكل أنا بقول مفاهيم تساعدنا على حياة التسليم ستة ربنا ادانا مثل في الرعاية قال أنا أرعى غنمي في حسخيال 34 أرعى غنمي وأربضها يقول السيد الرب وأطلب الضال واسترد المطرود وأقبل الكثير وأعصب الجريح وأرعاها بعدل تبش معنى بيمثل نفسه براعي الغنم أنا الرعي الصالح والرعية بالغنم لأن الغلم لا تعرف تأكل نفسها ولا تعرف تشرب نفسها إنما الراعي الصالح هو اللي بيأكد هو اللي بيشرب يقول لنا تأملوا فراخ الغربان طب يا ربي إيه حكايت فراخ الغربان الغربان يقول الغربان أو الملبضة بتاعتها تفقس الأم تسيب الصغيرين والطير طب الصغيرين دول يأكلوا إزاي يشربوا إزاي يقول لك يفضلوا فاتحين بقوهم كده يصطادوا أي حاجة من الجو ويعيشوا عليه طب يا ربي يتعيش هو ربنا آه قادر يقول أنتم أفضل من عصفير كثيرة طيب تصوروا عصفور جعان ولقى يعني أمح للصبح مزرعة مليانة أمح هينزل ياخد هياخد كيلو أمح يأكل أمح يا واحد طب لما يجوه ربنا هيضبار له مكان تاني أنتم أفضل من عصفير كثيرة ده يقول تأملوا زنابق الحقل في منتهى الجمال تلاقي كده الظهور جميلة ومنصقة يمكن أحسن رسام ما يعرفش يرسمها ولا سليمان في كل مجد يلبسها الله هكذا ده ممكن الظهرة تطلع النهاردة وتموت بكرة طلعها جميلة إيه ده يا رب أنت يا رب قادر على كل شيء يبقى ربنا بدنا مثل في الرعاية أنه هيرعى قطيعه سبعة أن ربنا أحيانا يتأخر أحيانا يأتي في الهزيع الرابع في الهزيع الرابع يعني إيه الهزيع الرابع يعني زمان كانوا بيقسموا الوقت بالهزيع من الساعة ستة مساء لتسعة الهزيع الأول من تسعة لتناشر الهزيع التاني من اتناشر لتلاتة الهزيع التالت من تلاتة لستة صباحا الهزيع الرابع فربنا ممكن قوي يتأخر ويأتي في الهزيع الرابع ربنا ألزم التلاميذ أنهم يركبوا السفينة ويقولوا اذهبوا إلى العبر طب وسبهم لوحدهم سيبتهم لي يا رب أسيبهم علشان أقوي إيمانهم أديهم تجربة واختبار يختبروني وتقوم عواصف وتقوم أمواج وانتظر التلاميذ إيه لها زعل أول مجاش والتاني والتالت وفين قبل الساعة قبل الشمس ما تشريق جالهم كده والدنيا لسه ضلمة شوية جاي ماشي على المية أمواج نازلة يعني إيه يعني يشوفوا المسيح طالع كده مع الموج ونازل يعني مرة يشوفوه مرة يختفي يا ربي سيبتهم كده ليه هم ظنوا خيال فالقديس بطرس قال إن كنت أنت هو المسيح نسيت أقول لكم قال لهم ما تخافوش أنا هو لا تخافوا قال لهم كنت أنت المسيح فأمرني أن آتي على المياء على المياء يروح قال له تعالى يا بطرس ويشد بطرس من إيديه وبطرس ينطم السفينة وينزل على المية يعني معجزة خيالية وبعدين لما بطرس يقلق ويخاف يضطرب يبقى كانها يغرق يقول له يا خليل الإيمان لماذا شككت فربنا ممكن يتأخر ويأتي في الهزيع الرابع أنت عليك تصلي ويسيب ربنا يستجيب إمتى في الوقت اللي هو شايفه لما عرص خان الجليل الخمر خلصت وموقف العريس بقى مش حلو ورحوا للستة العدرة الحقيقة يا ستة عدرة فرحت قايلة للمسيح يا سيد ليس لهم خمر يا ستة العدرة ما كنتش عارفها يعمل إيه فالمسيح يقول لهم يملأوا الأجران ماء يا سيد دا الخمر اللي خلصت مش المية يقول لهم يملأوا الأجران ماء وبعدين يتحول الماء إلى خمر يبقى ربنا ممكن يأتي في الهزيع الرابع أيوة أنت عليك تقوله تطلب منه تعرض عليك دقتك مشكلتك هو عليه يحل يحل إزاي هو اللي شايف يحل إمتى هو اللي شايف مريم مرسى يبعثه للسيد المسيح يقول له هو إذن الذي تحبه مريض بس وبعدين يا رب يمكس في الموضع يوميا يا ربي دا مريض يا رب الأحسن يموت هو عارف أنه يموت يقول لهم هذا المرض ليس للموت لكن يتمجد فيه ابن الإنسان فربنا أحيانا يأتي في الهزيع الرابع حتى بعدما العذر يموت أيوة حتى بعدما العذر يموت النقطة التمنى ربنا بيهتم بك النهاردة وبكرة مش هيهتم بك النهاردة لأنك طلبت النهاردة وهينسك بكرة أبدا قصة طريفة لأم بتصلي هي أو طفلها صغير كده فبتقول له صلي معايا حبيبي أبانا الذي في السماوات وجات عنده خبزنة وقالت له خبزنة الذي للغد فالولد خبت على مامته كده لا يا ماما احنا عايزين العيش بتاع النهاردة خلي بتاع بكرة البكرة لأن احنا عايزين سخل إنما هدينا بتاع بكرة النهاردة هيباتي بعيش بايت شفتوا ربنا وشفتوا الإيمان بتاع الأطفال الله يهتم بك النهاردة ويهتم بيجي بكرة مش هينساك مرة أحد الحكام أصدر قرار أن يلف حوالين المدينة كلها ماشا على الأقدام ويصل إلى المكان اللي هو اتحرك منه هيديله المساحة دي كلها ملكة لي واحد بس هو قال أقدر قاعد يلف 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 لغاية لما وصل للنقطة اللي المفروض يصل إليها كان مات يعيني فإحنا لازم نسق إن ربنا هيدينا النهاردة هو أمس واليوم وإلى الأبد يبقى النقطة دي مهمة جدا نحطها في اعتبرنا نصلي ونسيب ربنا يشتغل نعمل اللي علينا دور البشر إنتوا ترفعوا الحجر وأنا أقيم الميت قصة اللي نجيب محفوظ بيحكي عن شخص لم يتزوج وعايز في حياته العملية الوظيفية ونفسه يتبوأ درجات وظيفية أعلى وفضل يشتغل ويكد ويشتغل ويكد لغاية ما باقي مدير إدارة وبعدين بقى بقى نائب المدير العام فنفسه يبقى مدير عام بعد كده بعد المال الموجود يمشي فقاعد يشتغل يشتغل ويصهر بالليل والصبح ويشتغل ويشتغل لغاية لما مرض ودخل الرعاية المركزة خلاص صدر قرار تعينه مدير عام دخلوا يقولوله أنت بقيت مدير عام كان هو مات عمل إيه بقى لا تهتموا بالغد دعوا الغد يهتم لنفسه وحنا أدين حياتنا فقدين مين فقدين ربنا فقدين ربنا تسعة توجد طريقة في الحل أنك أنت تتوأم مع الظروف تتوأم مع الظروف يعني إيه يعني واحد بيشتغل في عمل يدوي في مصنع مثلا صباحه طار طب يقعد بقى يندب نفسه ويبكي ومشتغلش لا مرن نفسك إزاي تتواكب مع الظروف ده أذكر الإنسان كان بيشتغل في مصنع كذب يديه اللي اتنين طاروا طب يعمل إيه ده بعد ما ربنا شفاء يعني والتقمت الجروح اشتغل ساعي بقى معلق كده على صدره جراب في الجوابات كل واحد دي جواب ياخده أو يحطه عايزة أقول لازم تتوأم مع الظروف أنت تزوجت وربنا سمح ليك وحل الروح القدس ليك زوجة أو أنت ليك زوج اتباع مختلفة طب نعمل إيه نتوأم مع الظروف قبول الآخر لازم الزوج يقبل زوجته والزوجة تقبل زوجها وإلا الحياة مش هتمسي دي طريقة لربنا في الحل أننا نتواضع لبعض نتفاهم نتقبل نتعايش عشرة فيه فرق بين واحد مهتم واحد مهموم المهتم هذا رجل على مستوى المسئولية وده أنه أقول عنه أنه فيه اهتمام اهتمام بولاده اهتمام بشغله اهتمام بعمله وبيعمل الدور المطلوب منه بأمانة وفيه واحد مهموم شايل كل حاجة على دماغه تقوله ربنا يقول لك يا ربنا يعمل ايه هينزل يعني فلوس من السماء يا عمى ربنا مش هيسيبك دي اسمها مكابدة الهموم زي واحدة اه ركب التاكسي كتشايلة أفا على رأسه وقف التاكسي دخلت التاكسي ويشايلة الأفا على دماغه تمهر التاكسي هيشيل الأفا برضه قد اسم كاريوس السكندري له قصة طريفة طريفة كان عايز يروح دير من قدورة الجيزة في الصحراء كده ويمشي في الصحراء فخايف لما يرجع ما يعرفش يرجع للدير بتاعه فيعمل ايه جاب بوس عارفين البوس زي الأصب كده وقطعه قطع حتة وكل ما يمشي كام متر يحط بوسة يحط بوسة يحط بوسة ليه علشان لما يرجع يرجع عن طريق البوس اللي مزروع ده وبعدين لسه ما وصلش الدنيا ظلمت نام نام القديس ما كاريوس في الطريق صح الصبح لقى الشيطان لام ملبوس كله وبعدين جاله الملك يقول له ربنا بيقول لك اللي عال شعبه في البرية أربعين سنة مش هيقدر يعولك فاخد درس ان ربنا مش هيسيبه ان ربنا هيقوده في الطريق فعايز اقول ان فيه فرق بين واحد مهتم واحد مهموم ما تعولش الهم يعني فيه تانيه بيقولك ما تعولش الهم لأن أبونا السماوي هو اللي هيقول همنا ملقين كل همكم عليه لأنه يعتني بكم شفتوا الأنب بولا كان يجي له غراب معه نص رغيف كل يوم نص رغيف طب جاله ضيف جاله الأنب انتونيوس الغراب يجيب له ايه رغيف كامل طب ايه يا ربي ده عمل الله ما تعولش الهم ربنا هو اللي نظر إليك يعني إليه في المجاعة ربنا يقول له قول لا يكون طل ولا مطر إلا عند قولي قال له طب النهر هيجيب في النهر كريت طب يحصل المجاعة طب ما أنا هجوعنا كمان كان ربنا يبعت لإليه خبز ولحم صباحا وخبز ولحم مساء الغراب يجيبه طب الغراب ده جابه من يونه عند ربنا قصة مشابه معاصرة راهب زار أب متوحد في البرية فرح بيخبط على الألايا يا أبونا أنا فلان قال له أبونا فلان قال له نعم قال له انت صليت الغروب والنوم قال له لا لسه قال له طب خد لفة والأتنين حوالين الألايا كده وصلي فيهم الغروب والنوم قال له حاضر فبعد ما خل الصلاة الغروب والنوم خبط على أبوه المتوحد فتح له دخل لأ عند المتوحد يعيش سخن لسه طلع من الفرن دلوقتي طبعا المتوحد لا عنده متجاز ولا عنده أي حاجة يعمل عليها يعيش أبدا فيش طب جاب منين يا رب زي ما بعث للأم بقوله وزي ما بعث للأم بقوله وزي ما بعث للأم بقوله وزي ما بعث لهذا المتوحد فبلاش تعول الهم ملقين كل همكم عليه وهو يعتني بكم النقطة العشرة أو الحد عشر صغ أن ربنا هو سيد التاريخ وضابط الكل ضابط الكل لما تركب طيارة وتحس أن الطيارة تيك أوف كده من غير ما تحس تقول يا كابتن الطيارة ده شاطر خالص تبقى متطمن قوي أو تركب قطر وتلاقي كده تحس أن السواق زكي أو يعني القطر كويس ما فيش خط خدمة ما فيش فرامل شديدة تقول السواق ده كويس أو سواق تاكسي طيب هو ربنا مش قادر يقود الكون كله وهو ضابط الكل ولا أجي مرة فيلسوفه معه تلميزه ركبه سفينة في صفر طويل هياخد كذا يوم فالتلميز بتاعه نعم نوم عميق والفيلسوف مش جايه له النوم فصح تلميزه قال له يا ابن انتصح قال له ايه يا أستاذ قال له انت مش قلقان زي قال له ما نمتش لي قال لنا الآن السفينة والعواصف قال له يا أستاذ هل تسق هل تسق أو هل تؤمن ان الله كان بيدبر الكون قبل ما احنا نتولد قال له ايه اؤمن قال له هل تؤمن ان ربنا هيدبر الكون بعد ما احنا منتولد قال لا يا أؤمن قال له طب تصبح على خير يا أستاذ نام وسيب ربنا هو اللي يدبر الكون ونام نوما عميقا فسق ان ربنا هو سيد التاريخ وضابط الكل فيه تدريب صغير برضو ازاي تنام ليلة هادئة من غير أول حاجة تبقى عملت اللي عليك تاني حاجة ما تكونش ضيقت حد أو ظلمت حد كن مظلما لا ظالما تالت حاجة تكون سامحت أي حد أسألك أربعة لا تكون قد أدنت أحد لو بالفكر ولا بالقول خمسة أشكر ربنا على اليوم اللي ربنا ادهو لك وفي آخر الليل قدم تبعا أخطائك ستة ردد اسم المسيح وانت نايم يا رب يسوع المسيح يرحمني يا رب يسوع أسرع وأعني هتلاقيك تسحى الصبح تاني يوم وانت بتقول يا رب يسوع المسيح يرحمني وأعني اللي بعد كده اعتبر الليلة اللي انت هتنامها دي هتوصلك للأبدية انت نايم أهو تقول مع سمعان الشيخ الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام اعتبر دي آخر ليلة لك على الأرض تمانية لا تعول هم الغد سيب ربنا يدبر الأمور دي تسعة عشرة ارشم الصليب على نفسك وعلى الحوائد بتاع الجدران ونام في سلام وفي أمان نقطة سادسا ما قبل الأخيرة هقل لكم تدريب توصلنا لحياة التسليم هو ربنا يسوع المسيح دانا طريق سهل خالص قال لنا إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات متى 18 تمانية يعني إيه مثل الأطفال الأطفال مسلمين كل حياتهم لبابا وماما لا يعول هم الأكل ولا يعول هم الشرب ولا يعول هم المدرسة مسلم كل حياته لبابا ومامته ولا يعول هم إيجار الشقة اللي هو عايش فيها ما يفكرش في الأمور دي كلها سيب همه كله على مين على بابا ومامته إحنا عبنا إن إحنا بنعول الهم بنفكر بزيادة يعني منكر ربنا يقولك أنا المسؤول تقوله معلش أنا اللي هشيل نعم تأدي دورك لكن سيب ربنا هو اللي يخود الحياة شوية تدريب اعتبر كل شخص يقابلك ده ترتيب إلهي يعني ربنا ما عندوش صدفة فيش حاجة اسمها صدفة عند ربنا اللي هيقابلك ده يا هتستفيد منه درس يا أنت هتديله درس وتوصله للسماء يا هتخدمه ومحتاج لخدمتك يعني ممكن يبقى اتنين اتقابلوا في مكان ما واتخنقوا وبعد كده بقى صاروا أصدقاء يبقى المقابلة دي ليست صدفة من عند ربنا يعني بوليس الرسول ما كانش ناوي يتخذ ليه تلاميذ هو في طريق الكرازة قابل فتى أو شاب كده شاطر ونشيط قال له أنا أخذه ويبقى تلميذ لي قال له بس ده مش مختون قال نختن نختنه وصار هو القديس دي مساوس البابا أليكسندروس بس كده من شباك الكاتدرائية لا أطفال بيلعبوا والطفل الكبير فيه معمالي عمد الصغير كان هذا الطفل أخذه وغل عمله شماس صار القديس أساناسيوس يعني أي شخص تقابله هو ترتيب إلهي مش بالصدفة ربنا عنده الصدفة يعني لما أبي جايل جات لداود وامتصد غضبه يقول لها مبارك الرب إلى إسرائيل الذي أرسلك اليوم لأنك منعتيني من إيتيان الدماء يبقى ربنا هو اللي بعت أبي جايل عشان تحذره عشان تفوقه عشان تساعده في ترتيب العشر رباني لغاية قبلها بساعات التلاميذ ما كانوش عارفين أين هيأكل الفصح المسيح يقول لهم هتمشوا كده هتلاقوا شاب حامل جرة ماء كان هذا الشاب تقول له أين نصنع الفصح المسيح عايز يتعشى عندك كان القديس ماري ماروس اتنين اعتبر كل مشكلة قابلك ليه هدور في حياتك مشكلة في بيتك مشكلة في شغلك مشكلة في طريقك ربما عربيتك تتعطل تقول له ده وقته لا ربنا عمل كده لهدف لأن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله اعتبر كل وقت فاضي هو دعوة للحوار مع الله انت قاعد مستني قبل الاعتراف ساعة أو اتنين وانت قاعد خليك في حوار مع الله يا تقرأ كتاب يا تصلي انت مستني الطبيب ربنا ادك يوم فاضي مش عارف تعمل فيه ايه اوعد ضيع كل اي دقيقة من عمرك ادقاية دي محسوبة من عمرك اربعة اعتبر كل فشل كل هزيمة كل اخسارة تيجي عليك عشان تتواضع بيبقى عندك حكمة اكتر لأن النجاح قد يأتي من الفشل داود يقول لربنا خير لي انك ازلال تاني كثير من العلماء فشلوا الاول في التجار وبعدين نجح خمسة حتى الخطيئة ربنا بيكره الخطيئة بس حتى لو لا قدر الله حصل حاجة زي كده ترجع لابوك السماو في احضانه زي الابن الضال وتقول لا تشمتي بيا عدوتي فان سقط اقوم العدد اللي بعد كده ربما يكون ستة كل خدمة كل عمل خير هو استثمار سماوي كل فرصة خدمة هي رصيد لك في السماء كأس سماء بارد لا يضيع اجره لو وصلت حد بعربيتك ليه حساب عند ربنا لو سندت واحد بيتوكأ على عكاز ليه حساب عند ربنا سمعت سمعت عزل المتنيح القديس الانبا كراس اسقف عام المحل اللي تنيح قريب يقول لك حوش 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 اعمال خير حوش اعمال خير تتحسب ليك في السماء بالأباء يقول لنا اليوم اللي يمر عليك من غير ما تعمل فيه خدمة لا تحسبه من أيام حياتك اعتبر كل محنة كل كرسة كل وجع الشديد بيقدمك لربنا زق كده وهتج التعزيات زي ما يوسف قال لإخواته انت قصدتم بيشرا وربنا قصد خير اعتبر كل عزة بتسمعها سواء سمعتها بالصدفة او في اداس او في اجتماع او على اليوتيوب او على الفيسبوك كل عزة اعتبر العزة دي ليك يا ما ناس يقول لنا يا ابونا انت كنت بتتكلم علي النهار ده تسمع العزة اقول له يا رب انا فهمت وصلت الرسالة يا رب اعتبر كل اداس بتحضره انك كنت في السماء كنت في رحلة للسماء طفل في نهاية الاداس وابونا صلى الاداس وخلاص وهي قفل الستر فبيقول له يا ابونا هنيجي السماء امتى هنيجي السماء امتى الطفل حس انه كان فين كان في السماء السماء فيها مين المسيح والملائكة والادسين والاداس فيه المسيح والملائكة والادسين فكل رحلة في الاداس انت كنت في السماء ولا كل شوية تبص في الساعة تقول ده سيخلص امتى عشرة اعتبر كل يوم في عمرك هو هدية من عند ربنا تسحى الصبح اقول له اشكرك يا رب على اليوم الجديد ده يا ما ناس كان نفسهم في اليوم ده ومش طيلين او ما طالوش هذا هدية حب من مسيحك الحنون والطيب اقول له مرحمك يا رب عظيمة في كل صباح اخيرا يا احبائي في عجالة اقول لكم بركات وصمار حياة التسليم الانسان اللي عايش في حياة التسليم وسايب ربنا يدبر حياته اول حاجة بيلزم الرب بعنايته يعني ايه يعني يا رب انت قلت اللي اتكل علي انا هنجيه وانا اتكلت عليك يبقى لازم تنجيني مزمور 91 في الساعة الستة يقول لانه اتكل علي اناجيه اسطره لانه عرف اسمي يدعوني فاستجيب له معه انا في الشدة انقذه وامجده وتولي الايام اشبعه واريخ خلاص في اكتر من كده ايه ففي التسليم والاتكال على ربنا الزام ربنا بوعوده التسليم يدينا فرصة لاكتساب فضائل هتطول بالك هتسلم هتطيع ربنا هتصبر هتحتمل كل دي فضائل محتاجينها تلاتة التسليم يشعرك بالامان والفرح والسلام داود النبي يقول لنا طول عمره سايب حياته ربنا ومسلم ليه يقول له ويفرح جميع المتكلين عليك الى الابد يهتفون وتظللهم ويبتهج بك محب اسمك لانك انت باركت الصديق يا رب لانه به تفرح قلوبنا لاننا على اسمه القدوس التكلنة يبقى في الحياة التسليم تشعر بالامان والفرح حياة التسليم تتزوق الحياة مش هتقول الدنيا مرر لي لا مهما يصيبك تقول كده كل الاشياء تعمل معا للخير انسلكت في وقت يزل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي في حياة التسليم هتصبر على الظلم هتصق ان فوق العالي عاليا والاعلى فوقهما يقول ربنا على لسان القديس بطرس عيني الرب على الابرار وازنيه الى طلبتهم ولكن واجه الرب ضد فاعلي الشر في التسليم بنترجى الحياة الابدية السعيدة الانسان المسلم حياته للرب بينظر الى الابدية وجعل الابدية في قلوبهم يقول مع بولس الرسول ونحن غير ناظرين الى الاشياء التي ترى بل الى التي لا ترى لان التي ترى وقتية اما التي لا ترى فابدية ربنا بي نديني وبينديك وبينديكي وبيقول لك ها انا آتي سريعا واجرتي معي فلنقول له امين تعالى ايها الرب يسوع ولئلهنا المجد الدائم في كنسته الى الابد امين